بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حديث رقم 25 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكرهم ويتوضأ وللبخاري توضأ واغسل ذكرك ولمسلم توضأ وانضح فرجك هذا الحديث فيه أدب عالي من علي رضي الله عنه مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول كنت رجلا مذاء يعني كثير المذي كثير المذي فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني لأن علي متزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم وده فيه أدب راقي وذوق رفيع قاله لا ينبغي للرجل أن يذكر شيئا من العلاقة بينه وبين امرأته أمام أقاربها أقاربها أخذت بالك أنت ممكن يؤذي شعوره ممكن يؤذي وده من الأدب الرفيع صحابك أنا عندهم أدب عالي يقول فاستحييت طب استحى لم يسأل لا من استحى وكل غيره من استحى وكل غيره وده من العلم أيضا أنت لما تستحي تسأل سؤال ممكن توكل غيرك أخذت بالك أنت عارف أن فيه واحد صحبك مستحي يسأل السؤال اسأله أنت سؤال لو أنت مكسوف كلف غيرك إيه يسأل أو ممكن تسأل بصيغة تعريض تقول والله رجل به كذا وكذا خاصة في الأمور التي يستحى منها أو الأمور اللي فيها شيء من القبح في بعض الناس ما عندهم فقه في السؤال لا السؤال ده له فقه ييجي ولك أنا مش هالف حصل بيني وبين زوجتي كذا وزوجتي تفت في وشه خدت بالك إيه الحكم تابوا لي يا ابني تفضح نفسك إن الله حقيين إيه ستير هي تفت ولا ما تفتش إيه العلاقة دي إيه العلاقة بين الموضوع ده وبين السؤال خليك فقيه النفس وحتى لو كان التفة دي لها أثر في الاستفتاء لا تذكرها خدت بالك لا تذكرها عن نفسك قول والله راجل حصل منه كذا وزوجته عملت معك مش لازم يبطح الإنسان نفسه السؤال له فقه السؤال له فقه ولذلك لا ينبغي للإنسان يذكر الأمور القبيحة في السؤال وينسبها كمان إلى نفسه وخاصة الأمور التي فيها شهوات وفيها فضائح يلفع عنه كذا وكذا وإيه رأيكم مش عارف تابوا ليه يعني إن كان ولابد والأمر كان يعني له أثر في السؤال يبقوا راجل فعل كذا وكذا إيه الحكم ناس بتسأل بتقول كذا أقول لهم إيه كده يبقى فيه طعريب في السؤال فشوف عليه ابن أبي طالب ويعني أدب وراقي كنت رجلا مذاء يعني كثيرا ماذي فاستحييت أن أسأل فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله يقول فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره وتوضى وهذا دليل على نجاسة المذي كنتي مسألة لا خلافة فيه إن المذي نجس ويجب منه الوضوء يجب منه الوضوء وأن يغسل الإنسان فرجه واخد بالك يبقى المذي ناقد للوضوء طيب واحد بيسأل أنا دلوقتي ما عرافش ما الفرق بين المذي والمني اكتب عندك الفرق بص حبيبي المذي ماء رقيق أبيض يخرج عند الفكر في الشهوة يخرج عند الفكر بالشهوة لا بشهوة وربما لا يشعر به الإنسان ربما لا يشعر به الإنسان خد بالك ويكون من المرأة أكثر من الرجل يكون من المرأة أكثر من الرجل ده اسمه ليه المذي ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل ولا يوجب الغسل عليها هنا كان بيقول أنا كنت أكثر الاغتسال منه حتى تشقق ظهري كل شوية يغتسل لا المذي لا يوجب الغسل وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى وهو نجس هو ايه؟ نجس تعالى بقى المني ما تخلطش بالاتنين المني ماء أبيض فخين فخين يعني طخين يخرج عند الشهوة بشهوة أو يخرج بشهوة يعقب الجسم فطور بعد خروجه الجسم يحصل له ايه؟ فطور يكون منه الولد له رائحة النفاذة يعني ده مش ممكن يخرج بدون ما تشعر منه إلا لو كان إنسان مريض بقى جميل؟ المني على الراجح طاهر على الراجح ايه؟ طاهر ويجب منه الغسل يجب منه الغسل الغسل فهمين الموضوع ولا أول تاني؟ ها؟ أول تاني ها؟ أول تاني والمولج ها؟ أول تاني يبقى المذ ماء أبيض رقيق يخرج عند الفكر في الشهوة لا بشهوة ينقض الوضوء ولا يفطر الصائم ولا يوجب الغسل وهو نجس ينضح فرجه أو يغسل ذكره ويتوضع جميل؟ أما بقى المني أبيض ثخين له رائحة نفاذة يخرج بشهوة بدفق يكون منه الولد ويجب منه الغسل ويفطر الصائم وهو طاهر على الراجح ماشي؟ ده الفرق من المذ والإيه؟ والمني أيها حبيبي ها؟ الودي ده بيخرج مع البول لا ليس فيه إشكال هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال توضع وانضح فرجك طيب ما حكم إذا أصاب المذي الملابس تنضح تنضح وده من التخفيف اسمها نجاسة مخففة وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ذكر بعض العلماء العلة في ذلك قال لأنه كثيرا ما يخرج من الشاب الأعزب فإبقى فيه تخفيف إيه؟ عليه أنه لا يجب عليه أن يغسل الملابس من المذي وإنما يكفي له النطح طيب أنا أسألك سؤال يجب غسل المني أيها محمد لا يجب لا يجب غسل المني طهر أي الذليل على طهارته قول عائشة رضي الله عنها كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وكنت أغسله أو أمسحه إذا كان رطبا أمسحه إذا كان رطبا وفي حيث ابن عباس قال إنما هو بمنزلة المخاط والبساق وإنما يكفيك أن تمسحه بإذخرة ده دليل على طهارة المني ولكن يستحب غسله يستحب غسله يبقى قلنا حكم المذ وحكم المني خلاص كده دخله بقى في الحديث اللي بعد وصف الكتاب حديث رقم 26 عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازيني رضي الله عنه قال شكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا حديث دوة مهم جدا بيدل على قاعدة شرعية من قواعد الفقه الإسلامي إيه القاعدة الشرعية دي لا أنا مش عايزك تنام احفظ القاعدة دي وبعدين ننام خد بالك حبيبي خد بالك معي إن الأصل الأصل بقاء مكان على مكان حتى يأتي دليل ناقل بقاء مكان على مكان حتى يأتي دليل ناقل أو بيقولوا إيه إن الشك لا يرفع اليقين الشك لا يرفع اليقين قل لي مثال أقول لك مثال حاضر زعلش فت بالك إنت الوقت يا حضرتك بتملك هذا الثوب اللي انت لابسه ده شكيت انت بعته ولا ما بعتوش شكيت يبقى هو ملكك ولا مش ملكك ملكك انت حضرك من جاوز شكيت طلقت ولا ما طلقتش يبقى الأصل طلقتش طب انت طلقت شكيت رجعت ولا ما رجعتش يبقى انت ايه انت مطلق دلوقتي جميل انت متوضي شكيت احدث ام لا يبقى انت ايه متوضي انت واخد بلك طب انت محدث شكيت توضيت ولا ما توضيتش يبقى انت ايه محدث واضح كده الثابت بيقين لا يرفع الا بيقين خلاص كده هو يعني الوقت لأ ساعات الواحد يقولك انا كنت فاكر اللي انا متوضي بعد صلاة الدور دخلت صلاة العصر عليها وانا شاكك انا حصل مني حدث ولا لا نقول له ايه نقول اطرح الشكة جانبا والاصل انت متوضي وصل طب يقول انا اخر مرة فاكر اللي انا لم اكن متوضي وانا شاكك اتوضيت ولا لا نقول له لا لازم تتوضي لازم ايه لان انت شاكك في الوضوء حصل او ما حصلش اطرح الشكة ايه جانبا خلاص كده هو او الحديث دي بدل على هذه القاعدة المهمة اللي هي بتدفع عن الانسان الوسوسة وتريح قلبه اه ناس الموسوسين دول ربنا يعافينا ويعافيهم يا رب ربنا ايش فيه بيقولك ادخل في الصلاة وقول الله اكبر وبعد ما خلص الفاتحة اقول الله ده انا بين علي ما يقولتش الله اكبر اروح طالع من الصلاة ودخل تاني الله اكبر وارا الفاتح وصورة واركع وبعدين اشك اللي انا ما قلتش الله اكبر اروح راجع تاني يا ابني مش هنخلاص احنا مش هنخلاص الاصل اللي انت دخلته في الصلاة ولا ما دخلتش الاصل اللي انت لاعبا ام هازلا تجي تلعب ولا تجي تصلي تصلي بس خلاص اللي فات محله لا تفكر فيه اللي فات محله لا تفكر ايه فيه ولو فتحنا الباب ده وتبقى مشكلة احسئلة كتير بتي اقولك ايه انا بعد ما صليت المغرب شكيت اللي انا غسلت يدي في الوضوء ولا لا مساحت راسي ولا لا راح تراح متوضي تاني معايد الصلاة غلط غلط انت تسأل اي واحد يقولك كده تقوله تقدر تقسم بالله العظيم اللي انت نسيت قلت لا ما درش انا شاكك طالما شاكك خلاص دع الشكة ايه جانبا صلاتك صحيحة وضوءك صحيح حتة دي مهمة جدا اخد بالك اه حتى مش افتحش على نفسنا بابل ايه الوساوس والشيطان سبحان الله بيضيق على الانسان خاصة ما يكون في بداية الالتزان بداية الطاعة لسه داخل بيصلي في المسجد يجيله بقى الشيطان ده رجلك مش عارف فيها ايه وإيديك مش عارف صلاتك كل حكاية وضيق عليه امر دينه وامر عبادته الحديث الذي يليه حديث ام قيس بنت محصن الاسادية انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعى بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله حديث ده اول ما تستفيد منه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكمال تواضعه عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله وكان امير المسلمين والذي يحكم بينهم وكان القادي بينهم وكان المعلم وكان قائد الجيوش عليه الصلاة والسلام وكله تسع زوجات تسع أبيات عليه الصلاة والسلام كل ذلك ولم ينشغل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتلقى طفلا صغيرا يجلسه على حجره مش أنا مش فاضي خدت بالك أو النبي صلى الله عليه وسلم يعرض أبدا ويأخذ الصبي يجلسه على حجره حتى يبول الصبي على ثوب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فلا يتأفف ولا يتدجر ولا يفزع الصبي حتى كمان مش يرميه كده بسا ولا يلقيه أبدا كمال حلم النبي صلى الله عليه وسلم وسعة صدره عليه الصلاة والسلام دي أخلاق النبوة احتاجين نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذه الأخلاق العظيمة الجليلة هو ذكر الحديث هنا ليه عشان بيال حكم فقه ومسألة مهمة النبو للصبي الصغير لا يجب أن يغسل وإنما يكفي فيه ليه النطح فنضحه على ثوبه أنت بتقول لي ما أنا مش فاهم الفرق من النطح والغسل أنت مش فاهم؟ هقول لك حاضر الغسل الماء يجري ويتقاطر الماء يجري ويتقاطر هذا الغسل أما النطح تعميم الماء بالماء برش خفيف فرش كده خفيف ها تنطر مية خفيفة كده تعميم الماء برش خفيفة كده عن عائشة فبال في طائفة يا محمد يا محمد وينادونه من وراء الحجرات وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان رقيق القلب رقيق المشاعر عليه الصلاة والسلام وتجد أحدهم يجذب النبي صلى الله عليه وسلم من ثوبه وأحدهم يقول يا محمد شوف العرابي داقت به أخي الدنيا حاجة غريبة داقت به الدنيا وأرض الله الواسعة دخل يا بول فين؟ في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد سبحانك يا رب يعني الإنسان لما يشوف واحد كريم واحد له هيئة له هيبة والنبي صلى الله عليه وسلم ألقيت عليه المهابة كما قالت زينب ألقيت عليه المهابة يعني كل ذلك لم يرضع هذا الرجل أن يدخل ويبول في المسجد طبعا الصحابة عادين منظر صراحة طبعا خلي الإنسان ينفعل قد تفلك فزجره الناس وقالوا ما ما وفي رواية قاموا ليقعوا به شايد رابوه ويستحق للعقاب يبول في المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو من أشرف المساجد تاني مسجد بعد المسجد الحرام المسجد ليه النبو يعني خلاص ده أقض به الدنيا صراحة يعني منظر في الواقع يا إنتا تتخيله يخلي الإنسان ينفعل تتحرك مشاعره كده ويبدأ يغضب وبتاعه وتنتفخ أوداجه يتخلي إحنا عادي في المسجد كده في مجلس علم هو واحد دخل كده على جنب ها إيه اللي بتعمله ده ها ممكن ياخد على الأجامب ها شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه لا تذرموه لا تقطعوا بوله سبوه ها فلما أنهى بوله دعاه صلى الله عليه وسلم ها وتعالي متاه الرفق متاه الرحمة حسن التعليم يا أخي والجاهل والأحمق أحوج إلى الرفق من المتعلم ومن طالب العلم يعني طالب العلم ربما أنت مثلا لو شددت عليه في الكلام غلفت عليه في الكلام يتحمل منك يقول لك معلش ما ده أستاذي ها وله حق عليه وأنا لابد أن أصبر والعلم لا ينال إلا بالذل وكلام من هذا القبيل اتعلم وعارف أما الإنسان الجاهل ده ها لو أنت غلصت عليه في الكلام هينفر ليس هذا فحسب بل يؤسيء إليك وإلى الدين وإلى العلم يطلع أن تعرف يقول لي يقول لي صاحبه دخلت المسجد أصلي ركعتين ضربوني هيقول كده دخلت المسجد مسجد السنيين ها أصلي ضربوني يا راجل أنت دخلت تصلي لا حصل كده يعلم الله ويجزب ها فشوف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه عليه الصلاة والسلام ها تركه حتى قضى باوله ثم دعا قال إن هذه المساجل لا يصلح فيها شيء من هذا الباول وهذا الكبر إنما هي لذكر الله إنما هي للصلاة في حديث آخر أن هذا الأعرابي عندما ركب جمله قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا معجب أوبي النبي صلى الله عليه وسلم خدت بلق سلوك النبي صلى الله عليه وسلم عجبه جد أثره ولكن هو لم يحسن التعبير وهو لم يتعلم شيئا ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له حجرت واسعا ضيقت واسعا فإحنا هنا بنقف مع الحديث ده واتلبيان إن باول الآدمي نجس باول الآدمي نجس ويكفي في تطهيره أن يصب الماء عليه خد قاعدة بقى مهمة تحفظها كده كويس أن النجاسة تزول بكل مزيل ولو استحالت لازالت استحالت إيه يعني إيه يعني لو حاجة ميتة مثلا وتحولت إلى ملح يبقى الملح ده نجس خلاص طبعا معين النجاسة زالت واستحالت لم يبقى فيها لا أثر ولا لون ولا طعم يبقى المكانة طهر أحيانا مثلا بعض النساء في البيوت بيبقى السجادة عليها باول الأطفال طبعا في الأطفال يبقى عندهم ثلاث سنين سنتين ربما إيه يتباولون على الفرش فتأخذ الفرشة تعلقها في البلكونة أو تتركها مثلا يوم أو يومين فتذهب منها الرائحة نقول لها لو ذهبت منها الرائحة بفعل الماء والهواء والشمس أو بفعل الشمس والهواء خلاص طهرت ولا يلزم أن تشب عليها الماء أو التغسل لا يلزم طالما أن الريحة راحت والأثر النجاسة ذهبت لم يبقى لها أثر النجاسة تطهر بكل مزيل وتطهر بالاستحالة لو استحالت النجاسة تطهر آخر حديث في الباب نأخذه النهاردة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختال والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبت الفطرة الفطرة يعني السنة القديمة فطرة الله التي فطر الناس عليها ربنا فطر العباد على الحنيفية فطرهم على الميلة إلى الله سبحانه وتعالى فطرهم على محبة النظافة والطهارة لذلك القذارة ليست من الدين وليست من الفطرة خدت بلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من هذه الأشياء الخمس من الفطرة وبعض العلماء يقول الفطرة دي سنن الأنبياء سنن الأنبياء سنن قديمة للأنبياء طيب إيه هم ما واحد الختان الختان بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة يعني هذا لفظه عام الختان خدت بلك الختان في حق الرجل واجب إيه دليل الوجوب كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من أسلم أن يختتن من الرجال خد بالك من حتة دي وليس الختان شرطا لصحة الإسلام ليس الختان شرطا لصحة الإسلام خد بالك لأن بعض الجهلاء كانوا يصدون الناس عن الدين بالختان يجي له واحد نصراني أقلف هذا يدخل في الإسلام يقول له خد بالك تختتن يقول له اختتن أنا رجل كبير كيف أختتن خدت بلك فينفره من الدين لا الختان ليس شرطا لصحة الدين ده من واجبات الإسلام أي نعم لكن ليس شرط واحد إذا يدخل في الإسلام لا تستفصل منه يقول له تعالى لا تدخل في الإسلام أنت أشهد تيه ثم بعد ذلك عندما يتعلم الدين تقول له الختان وحسابه على ربه سبحانه وتعالى أما تصده عن الدين وتقول له لا أصلاك لازم تختتن وكلام من ده لا الختان واجب في حق الرجال واختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة طب في حق الإناث في خلاف العلماء بعض العلماء يقول بالوجود كما أنه واجب على الرجال واجب على النساء واختبالك وبعض العلماء يقول الختان في حق الإناث مستحب لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أمرا عاما ولكن مما لا شك فيه أن الختان كان معروفا عند العرب ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه كان معروف والختان ده فيه قطع عضو وفيه ألم وفيه كشف عورة لو كان حراما لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أصلاحنا في زمن العجايب اللي يمدي واحد يطلع يقول أنه خب بدعة واحد يطلع يقول الختان الإناث ده أصله عادة جاهلية ليست من الديني في شيء ما حدش قال كده من علماء الإسلام يعني لا حد قال النقاب بدعة ولا حد قال الختان عادة جاهلية يعني أقصى ما قيل فيه أمر النقابة أنه مستحب في الختان أنه مباح جائز الفعل جائز الترك ده أقصى ما قيل يقوله بقى عادة جاهلية وعادة قبيحة ده أمر عجيب مع أنه أصلا الحديث في البخاري يخد بالك أن حمزة ابن عبد المطالب رضي الله عنه يوم ما أحد لقي رجلا يسمى ابن أم أنمار وكانت أم أنمار ده خافضة للنساء يعني بتختن النساء فقال هل أم إلي يا ابن مقطعة البذور بيجتم بقول له تعالى لي يا ابن الخاتنة اللي بتختن ليه النساء في الحرب يعني وده يجوز في الحرب واحد كافر أنت يهودي مثلا واقف قدامك شارون ولا بن يمين ولا بتاعب تقول له تعالى لي مش عارف مين يا ابن فلان فهي الحديث ده في البخاري الحديث ده يدل على أن الختان كان موجود عند العرب طب علم به النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يعلم حاضر تفضل علم أم لم يعلم علم لا شك طبعا لو كان حراما لنهى عنه لو كان حراما لنهى عنه تكمل بعد الأذان حديث الفطرة الخمس الختان هنا أنه واجب في حق الرجال مستحب في حق الإناث ولا شك أنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه وأقره صلى الله عليه وسلم ولا يقر على باطل ولا يسكت على باطل عليه الصلاة والسلام الاستحداد استحداد استعمال الحديدة يعني الموس في إزالة الشعر حول العانة وهل يجوز إزالة شعر الدبر أي نعم يجوز إزالة شعر الدبر ويجوز استخدام يعني ما يقوم مقام الموس سواء كان كريمات أو غير ذلك بشرط أن لا تكون ضرة لبعض الأشياء ممكن تكون ضرة خاصة للأشياء الحديثة وحكم الاستحداد في الجملة الاستحباب ولا يجوز تركه ترك هذه الأشياء إلى أن تتجاوز أربعين يوما لحديث أنس في صحيح المسلم وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتفل إبت إلى أربعين يوما وقت توقيت هذا يعني عدم جواز مجاوزة هذا الحد أربعين يوما أما قدرة الاستحباب كل إنسان بحسبه حسب طول شعره وحاجاته إلى ذلك قص الشارب قص الشارب الأغذى من الشارب حتى يكون على الحافة ويجوز الأغذى منه أغذى شديدا وهل يجوز إزالته بالموس دي مسألة فيها خلاف بعض العلماء بيقول يجوز إزالته الشارب بالموس لحديث أحف الشوارب حف الشوارب وبعض العلماء بيمنع من ذلك ولعل الأقرب والأفضل والله أعلم أن لا يستأصله يعني لا يزيله بالموس أن لا يحلقه أن لا يحلقه بالموس وإنما يقص منه وهذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم تقليم الأذفار أيضا من سنن الفطرة ويجوز أن تتجاوز أربعين يوما نطف الإبت لو الشعر النابت تحت الإبت أن المستحب أيضا إزالته ولا يجوز تركه أكثر من أربعين يوما ويجوز استخدام يعني غير النتف كما نقل عن الشافعي أن النتف شديد فيجوز أن نستخدم الموس في إزالة هذا الشعر والله أعلم الشعور في بدن الإنسان ثلاث أقسام واحد قسم مأمور بطركه اثنين قسم مأمور بإزالته ثلاثة قسم مسكوت عنه الأولاني اللي هو مأمور بطركه شعر اللحية أوفوا اللحة وفروا اللحة أرخوا اللحة خالفوا المجوس خالفوا المشركين دي أحديث صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم يبدأ مأمور بإيه بتركه شعر مأمور بإزالته شعر العانى شعر الإبت شعر الرأس أنت مخير فيه احلقه كله أو اتركه كله ولا تتخذ الحلق شعارا إن هذا شعار خوارج يعني إمع تتقرب إلى الله بالحلق إلا في حجنا وعمره لكن إنت عايز تحلقه عشدين حر لا فيش إشكال حلقه كنش أيضا تشبه بالعبت الكورة والجمع دول يبدأ شعر الرأس أنت مخير في حركه أو ايه أو تركه مع الاعتناء به شعر بقى مسكوت عنه شعر بقية البدن شعر الصدر شعر القدمين شعر اليدين هذا يجوز إزالته ويجوز تركه بحسب المصلحة بشرط أن لا يتشبه الرجل بالنساء أما بالنسبة للمرأة فلا حرجة في إزالة هذا الشعر المرأة منهية عن إزالة حاجبيها أو الأغذي منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لعنى الله النمصة والمتنمصة إزاكم الله خير